السلام عليكم إخواني إن شاء الله أمكم كلها طيبة تحية ونعطر الجميع مؤخرا كان عندي واحد منشور قلت فيه أنه إذا بسبب تواصل النزاع في أوروبا الشرقية فإن خبراء الطاقة يتوقعوا أنه سعر النفط الخام قد يصل إلى عتبة 185 دولار للبرميل وقلت أنه هذا شيء لا ينبئ بالخير إطلاقا وقلت كذلك فيما معناه أنه هذا هو يكون بمثابة أننا نقوله مبروك للنفط الصخري الأمريكي رح نقولكم لماذا لأنه بعض الأصدقاء التصلوا بيقلوا لي ما علاقة هذا بالأنباء غير الصرر لأنه يعني قالوا لي يعني دول منتج النفط هذا خبر سعيد أنه النفط يصل إلى 185 دولار فهذا is good news for all producing countries الدول المنتج النفط فأنا نقول لا بالعكس هذا غير هذا أمر غير مفرح بالنسبة لدول المنتج النفط وكذلك الدول المستهلكة سنقول لكم لماذا ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الأمر خلوني نذكركم شيء إخواني أخواتي أنه الشيء اللي واقع في أوروبا الشرقية هو يعني هو شيء لا يبشر بالخير وإحنا ضد هذا الشيء مهما يكون أطراف النزاع لأننا نحنا مرينا بهذا الشيء ونعفو ما معنى هذا الشيء في كثير من الدول العالم لما زالت إلى حد الساعة تعاني من هذا الأمر وننتمي لهذه المنطقة نتمنى الخير إن شاء الله والأمن والسلام في كل مناطق العالم مثل ما قلت في كثير من تسجيلاتي نؤمن بالحوار فبدلا من الذهب إلى الحروب نفضل وكسر الحواجز عودة إلى موضوعنا قلت أنه يعني سير النفط الخبائي يتوقع أنه يصل إلى 185 دولار هو أعلى ارتفاع سجل النفط في التاريخ كان في سنة 2008 عندما وصل إلى حدود 145-147 دولار للبرميل كان هذا أعلى ارتفاع للنفط الآن الخبائي يتوقع أنه قد يصل إلى 185 دولار هذا خبر غير مفروح لماذا؟ لأنه إذا وصل سعر النفط الخام إلى عتبة 185 دولار هذا سوف يؤدي إلى شيء اسمه التضخم في الاقتصاد ما هو التضخم يا ترى؟ التضخم هو أنه سلة النقود تلك ما عادش يجيب لك نفس سلة السلع والخدمات التي كنت تقبل عليها من قبل The basket of goods is not long as the same ما معنى هذا؟ نعطيكم مثال مثلا أنت عندك 10 دولار في جيبك 10 دولار هذه كنت من قبل كنت تشتري 2 كيلو غرام من الأرز 10 دولار يعني كل كيلو ب 5 دولار الآن نتيجة للتضخم السلع الآن ب 10 دولار تشتري فقط 1 كيلو غرام بعدما ارتفع سعر الأرز من 5 دولار إلى 8 دولار صرت تشتري فقط 1 كيلو غرام نتيجة للتضخم The purchasing power is no longer the same أنت عندك القدرة الشرائية تلك الآن صارت ضعيفة وسلة البضائع والخدمات التي تشتري تقبل عليها من قبل لم تعد لم تعد نفسها ما هو السبب يا طرى في هذا؟ لماذا السلع والخدمات ترتفع في السوق؟ هناك كثير من الأمور ربما نحجزها في ثلاث نقاط ربما قد تكون كنتيجة للعرض والطلب الموجود في السوق فنعرف إحنا إذا كان هناك طلب أكثر من العرض فالسعر يرتفع فمثلا هناك طلب أكثر على السلع والخدمات لا يوجد سلع والخدمات بنفس القيمة من الوحدات التي كانت موجودة من قبل فهناك طلب أكثر من العرض الموجود في السوق فهذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بديهي supply and demand قانون السوق قانون السوق supply and demand كلما زاد الطلب على العرض تكون هناك الارتفاع في السعر هذا الشيء الشيء آخر ربما تكون هناك التضخم مالي ما معنى التضخم المالي؟ ما المقصول به؟ هو أن هناك نقود متداولة في السوق أو نقودية متداولة في السوق أكثر من القيمة المقابلة لها في السوق من سلع وخدمات قد تكون نتيجة ربما قد تكون إحدى الأسباب لذلك هو طباعة النقود تلجأ بعض الدول إلى طباعة النقود فالطباعة هذه تكون عندك أنتها يفائض في الأوراق النقدية الموجودة في السوق ولا يوجد لديها مقابل اقتصادي من سلع وخدمات اللي هي تعتبر يعني لو تعمقنا في الموضوع يعني طباعة النقود هي غيش اقتصادي لأنه طباعة النقود لا تتم إلا تكون متوازنة مع المخرجات للدولة مما تنتجه من سلع وخدمات تكون هناك طباعة النقود وفقاً لمقدار أو المخرجات للدولة من سلع وخدمات الشيء الثالثة النقطة الثالثة اللي ربما تؤدي إلى التضخم وهذا الموضوع هو اللي له علاقة بالموضوع الثاني أنه هناك تكلفة الإنتاج صارت أعلى تكلفة الإنتاج تتصير أعلى فما ننتجه الآن من سلع وخدمات صار أغلى مما كان عليه الآن لقبل فصاحب المصنع إذا كانت تكلفة الإنتاج تاوي عالية فبدأه أنه كذلك يرفع من الأسعاد تاوي بشيحافظ على النسبة الربحية عنده فهذا الارتفاع في التكلفة هذا راح يمر إلى الزبون اللي يشتري منه السلع والخدمات وهنا إذا كان النفط لأنه النفط نحتاجه مش فقط كوقول للسيارات أو للطائرات كذلك نحتاجه كذلك في الصناعة المصانع تسهل كثير من النفط فإذا زاد السعر إلى حدود إذا وصل إلى 180 دولار فتكلفة الإنتاج سوف ترتفع إذا ارتفعت سلع التكلفة الإنتاج فهذا معناه أن الأسعار السلع سوف ترتفع إذا ارتفعت أسعار السلع فأنا لا أقبل على هذه السلع أو أقبل على نفس السلع ولكن بوحدات أقل لإنت الاستهلاك تعي سوف يقل إذا انخفض الاستهلاك تعي هناك في المحلات أو المحلات سوف تعمل طلبات أقل مما كانت عليها من قبل من صاحب المصنع صاحب المصنع بدوره سوف ينتج أقل وحدات لأن طلب عليها أقل نتيجة الارتفاع السلع سوف ينتج أقل وإذا كان ينتج أقل فهناك بعض المصانع سوف تغلق نهائيا أو هناك بعض المصانع سوف تسرح من بعض العمال سوف تكون هناك ارتفاع في البطالة ارتفاع البطالة سوف يؤزم الأمر أكثر سوف ننتقل من ضعف في القدرة الشرائية إلى انعدام القدرة الشرائية لأن الأشخاص الآن صاروا بدون عمل بدون دخل فهناك إنعدام قدرة الشرائية وليس فقط ضعف إذا كان هناك إنعدام أو ضعف نتيجة الارتفاع البطالة هذا سوف يكون عالى على الدولة لأنها سوف تنفق أكثر في الخدمات الاجتماعية وسوف يكون هناك إرادات أقل من تحصيل الضرائب للدولة لأنه ولا واحد يشتغل صارت عندنا بطالة كذلك المصانع صارت عندها يعني لا تدفع الضرائب لأنتجة لأنها غلقت أو أنها تبيع أقل فهناك إرادات أقل إلى خزينة الدولة من تحصيل الضرائب كذلك البنوك سوف تتأثر نتيجة لأنه هناك لا يوجد هناك إحتياطات في البنك لأنه ولا واحد يشتغل لا يوجد مقابل مادي كذلك المصانع لا تحطش فلوسها في المصانع فصارت البنوك ليس لديها أسمال لكي تعطيك استثمارات يعني استثمارات سوف تتقل كذلك لأنه ولا واحد راح يقل البنك ما تقدش تسلف لك فلوس لأنه ما عندهاش أصلا باش تسلف لك ومتى ما عندكش الضمان باش تعطي لها وهذا سوف يؤثر على ماذا؟ يؤثر على الاستثمارات بصفة عامة كذلك سوف يؤثر على انفاق الدولة على المرافق العمومية لأنه لا يوجد مقابل مادي فمثل ما تشوفوا ومثل ما قلت لكم هذا هو السبب لماذا قلت لكم أنه إذا يتفع الـ 185 دولار هذا لا يبشر بالخير بالعكس إذا كان أقل سوف يكون هناك تكلفة الإنتاج سوف تكون أقل وهنا سوف تزيد سوف ترتفع القدرة الشرائية للأشخاص إذا يتفع القدرة الشرائية للأشخاص يحدث العكس فهناك إقبال أكثر على السلع والخدمات إذا كان هناك إقبال أكثر على السلع والخدمات سوف تكون هناك المصانع سوف تنتج أكثر وتكون هناك مصانع إضافية للإنتاج بس تستوعى بالطلب الموجود المزيد في السوق مصانع إضافية مع أنها هناك توظيف وظائف جديدة سوف تخلق وظائف جديدة هي تعتبر كذلك قدرة شرائية جديدة تعتبر هذا تمثل كذلك تحصيل ضرائب أكثر لخزينة الدولة كذلك هناك اندخارات أكثر في البنك اللي يكون عنده فلوس باش يسلف ودواليك هذا هو الشيء الثاني الحديث هذه قلت أنه يعني هذا مبروك على الغاز على النفط الصخري الأمريكي أمريكا هي أكبر منتج للنفط الصخري في العالم كمية هائلة وكمية النفط الصخري الموجودة في العالم مربما هي ثلاث مرات النفط الخام ولكن المشكلة في النفط الصخري أنه تكلفة الإنتاج تعوه عالية كثيراً لعلى هذا الأساس لا يوجد إنتاج ولكن إذا وصل كل ما تجوز النفط الخام عتبت تسعين دولار فهذا سوف يؤدي إلى تشجيع إنتاج النفط الصخري لأنه يصبح بعد تسعين دولار يصبح منافس للنفط الخام لأنه تسعين دولار يعني هي تكلفة عالية هو ثمن عالي ولكن هذا سوف يغطي تكلفة الإنتاج الصخري ويخليه أنه يكون هو المنافس الأول للنفط الخام لهذا الأساس قدتكم يعني مبروك لأمريكا على النفط الصخري الأمريكي تكلفة الإنتاج تختلف من دولة لدولة بريطانيا هي أكبر تكلفة إنتاج النفط الخام تختلف من دولة لدولة على ما أعتقد في بريطانيا هي 52 دولار للبرميل في أقل تكلفة هي موجودة في السعودية وفي الكويت بـ 8 دولار نيجيريا 24 دولار في روسيا وإيران على ما أعتقد 14 دولار إذا كنت مش غالط في الجزائر تقريبا 20 دولار تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد فهذا فقط إن شاء الله نكون ما تكثرت عليكم ما تطورت عليكم على هذا الموضوع إن شاء الله حبيت يكون تشجيل أقل ولكن الموضوع يحتاج تفسير أكثر إن شاء الله مرة ثانية نذكركم في شيء واحد لدامنا نؤمن به نحن نؤمن بالحوار فبدلا من الذهاب إلى الحروب نفضل كسر الحواجز السلام عليكم اشتركوا في القناة